السلام عليكم ونهاركم مبروك اليوم سوف نضع كيكا دي القدرة قادر على بركة الله نبدأ سوف نحتاج الكاس السكر الأبيض نضع كسرونة بحالة الشكل هذا ونضع فوق العافية يعني عافية تكون مهيلة حتى يطلع عليه العسل واللي معسل بحالة سوف يبقى حديثه نحركو غير كسرونة سوف نضع هذا القلب طبيعة الحال ديروا اي قالب عندكم انا بغيت زمن دير هات الشكل هذا كين انواع دي القوالب ديروا اللي بغيتوا ان شاء الله رحمة الرحمة هانتم بها الشكل هذا ده بغادي نوزع هاد الكراميل هاد على الجوانب دي القالب بحالكة نخلي الجوانب كلها فيها الكراميل هانتم اي كي يوصل الجوانب بحالكة كي يبقى ينشف اقبال ما ينشف كله نحاول اننا نوزعه حتى على الارضية دي القالب بحالة الشكل هادا الطريقة سهلة جدا جدا الطريقة اصلا كلها سهلة دي كيكة قدرة قادر يعني ما تحتاجو غالة تعذبو فيها لاتشي حاجة صافي كنحطوه القالب جانبا وكندوزو نصاوبو الخالدة دي الكريم كراميل هنحتاجو لنصف لتر من الحاليب هانتم نصف لتر مكتوب هنا صافي وتلازد البيضات حجم صغير او المتوسط وكأس من السكر الابيض وسكر فانيليا يعني سكر مناسب بالفانيليا انا بدهو اول حاجة نكسرو تلازد البيضات في الاناء اللي غدي نصاوبو فيها يعني كريم كراميل وغنخلطوهم انتم كيفك تشوفو عرسو انا اللي عطيتوني نخلط راه ما كنحبش عزيزا ليه نطرب على الطريقة هذي كيعجبني نطرب الكيكو اي حاجة كنزيدو السكر الابيض نطرب ونزيدو كل شي المكونات اللي هي سكر فانيليا والحليب نزيدو شوية بشوية ونطربو كي بكتلكم انا راه زيزا ليه تطرب هاد شي كاملو يكن طرب في راه ما زال غنستعمل طرب الكهربائي هانتوما ونسحو واحد شوية الحليب تخوة شبقه ديه مصطح العمل البقي سوف يمقنطي نضيف الحليب شوية بشوية حتى نسى ليه كله هنا غنزيد شوية ديه الملحة انه اي حاجة درتوها حلوة فيها الموع السلاس او الا الكريم الكراميل او الا الكريمة او الا الكراميل بحلقة بالسكر ضروري مش يدي الملحة لانه يكدر واحد توازن ما بين الملحة والسكر يعني كيجي كيجي دك ديك الوصفة اللي درتوه خحلوه كدجي بنينة باش بدك شوية ديه الملحة انتوما نضرب الطرب الكهربائي ونرجع لعندكم ماذا ما كان ديرو الطرب الكهربائي ادراروك يديلنا الروابزة فاشتوها روابزة فولي كنشوفو عطا غي دقيقة ديه المقالة غد تهبط كل هذيك الرواب بوحديتها ما تحتاجو لا تحيدوها للتحاجر غد تهبط بوحديتها هانتو ماشتو شكفش هبطات صافي هوا واجب غد نديرو في القالب اللي سبق لنا درنا فيه الكراميل وبطبيعة الحال انا غدين صفه يعني غل وسواس وصافي باش الى كانت شي حاجة ما راه طربتو بالطرب اليداوي وطربتو بالطرب الكهربائي وخاكك ما هاتش بلا انني عزيز علي مطرب الا انك يبقى الوسوس باش مادو باش مادو ستاشي حاجة باش يجي الكرام كراميل يجي صافي وزوينو مني تكوني كتقطع يجيك ساهل في تقطع وكل شي كيجي متماسك ما شاء الله وصفة كجي رائعة انتم بغندوزو دباش نصابو الكيكا كيكا ساهلة خفيفة ومقادر قيلة هذا السكر البني هنديرو مع هجوج بيضات وانطربو ان شاء الله المهم عني ايه هنطربوها عزيز علي انطرب وكأس الى ربع دياله زيت المائدة كأس مليء ممسوح ديال دقيق الابيض وتجمع علقة كبار ديال الكاكاو ومع علقة صغيرة او لنصف ملعقة ديال خميرة الحلوة هنتم نهرسو للجبيضات في الطبق اللي غادي نصابو فيها الكيكا ديالنا الكيكا راها مكونات هنتم كتشوفوا راها قليل قليل المكونات قليل حيث الكيكا تجي غير على السطح الفق ستكون غير رقيقة ما تكونش غلادة سافي وكان بقى نستمر فتخلط بحلاك نخلطه مزيان لانتما نزيد السكر البني السكر البني بطبيعة اللي عندكم السكر الابيض ديروه شي ضروري زعم السكر البني غير نكياج بني كنفضل الصراحة وكان ديرو زيت المائدة كأس الى ربع يعني ما يكونش عامر الكأس كنضيفوه وكنخلطه مزيان بصراحة كتبوش فيدي الخلط واشتجي متجانية وانني تعلص باعزيز علي نخلط عزيز علي نخلط الكيكا بحلاكة كي يجبني كنستمتع الصراحة انا المتعة عندي في الطبخ الصراحة عزيز علي الكوزينة وكل شي اللي في الكوزينة انا كنزو هات الصفية هادي باش ننضيرو فيها النواشي في كلهم باش نصفوهم ضروري ضروري تصفوهم باش ديكم تلكها سهلة فتخلطوها وانها جي متماسكة وزوينة ضروري ما تصفوهم نضير هذا كأس ديال الدقيق ونزيد معه كيف قلت لكم نصف ملعقة صغيرة ديالة خميرة حلوة ونزيد الكاكاو ديالة كله لا بو تزيدوا الكاكاو لا تنقصوه لكم حرية الاختيار سوف نزيد واحد شوية ديالة الملحة هانتوما كيف قلت لكم اي حاجة حلوة خصها شوية ديالة الملحة دار رغي شوية يمشي بزاف ونصفو هاشتي يلا مديرتش الصفية يركتو حلو معهد الحبيبات هادو عصيره كي يعصبو لما صفيتش بحلو يبقى لك تمكرا صعيب باش يتفكلك وتخلط لك صارحي نخلطه بالطراب اليدوي ما تحتاج جعل الطراب الكهربائي غير الطراب اليدوي انت انا كي بكت لكم عزيزة لي نطراب هانتوما هانا خلطه مزيان او خلطه مزيان او خواجد عزيزة لي نخلطه مازال هانتوما اشتو مازالا نخلط هانتوما ما شاء الله كي يجبنين نخلط ونزل فوق زي ما بحالك ونتبتل راسي بانني زي ما رأى استمحوا لي وقفلوا عليا وشي واحد يقول له هاد المره هاد باركة ما تشطراب صافي خلاص هانتوما نازال سيدة غطر غطر نازال شوفوها هالكيكا وقيلها ما غطبش هاد منها وي شفنا صافي باركة صافي غندوزو دبا باشن نحط طراب ونهز عو تاني باش كنخلط عو تاني انتم يا الله مازال مازال غنخلط راها واجدة زي ما سبحان الله والله العظيم لو واجدة غي عزيز علي نديرها سيخطو هاد الحركة هادي دي الان هز الفوق ونهبطع شي واحدة تزغرت راني غنديرو فى فى القالب انتم غنديرو فى القالب بحالكة شو سبحان الله علي جي اسمي تقودرات قادرة سبحان الله راك تخلط بحالكة وفى النهاية كتعطيك كلها تبقى بحديتها لما واحدة الكيكة خطيرة ما شاء الله انا كنشدو واحد الايناء كبير كبير على داك القالب اللى درنا فيه الكيكة وقنديرو فى الماء سخون يعني ماء حار وقنديرو فى الكيكة يعني كنديرو فى حمام مريم سافي كنديرو فى الفران على درجة حرارة مية وستين درجة وكتخذي الطياب من الساعة حتى الخمسة وربع دقيقة طبيعة الحال من بعد مولت الدافية درت لها البلاستيك الغذائي ودرتها فى التلاجة الى كان ممكن ديروها فى التلاجة ليلة كاملة من الاحسن الى ما كانش نرى بصراحة خلطها خمسة سواء لان انا غنتحروا بها ان شاء الله رحمة الرحيم يعني هذي لها الوقت كانت الساعة باش يججي الاصباح وقلت زي ما سافي نوجدها ونصورها ونتحروا بها ان شاء الله رحمة الرحيم ودهبا جت للحظة الحاسمة واخطر اللحظة فى هذى الوصفة كله فش غادي تقلب الكيك وقلبك يضرب 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 بالخلعة وخايفة قد قول يا ربي تفتقي يا ربي ما يقعش شي مشكل ما الركابي ما يبقى مش فى اللحظة هذى ومشاء الله اوه كان غيطح كان غيطح القالب بالخلعة وبالخوف كان القالب غيطح هانتما ما شاء الله تبارك الرحمة الليلة رائعة غزالة ما شاء الله اعتفاض اللحظة هذى واحد احساس كتحسي بي الافتخار هانتما شوفوا شوفوا الطبقة تبارك الله بسم الله الطبقة دي الكيكي خصت جي رقيقة كيف قلت لكم والطبقة دي الكرم كرامي اللى اصلا كل شي كي يبغيها وخاصة دريسها نجي عام راه كوغلة بحلقة كشتة تبارك الله بسم الله ما شاء الله كثرة عدة هانتما كنت من نتاج بكم كنت خفيفة على قلبكم راني عيقت عليكم شوية الخلط وتطراب هانتما تبارك الله نقطعت واحد طريف هانتما غنقطعه بواحد الشكل درت فوق واحد الفريزة الزين الى عندكم الى ما عندكم شديروا اي حاجة مختياركم اللى بغيتوا ديروا لاخلوها غيه ككرا كتجي على مزيناتها هانتما شوفوا كيفاش قطعتها طريفات قطعتها طريفات قطعتها طريفات قطعتها وشكرا على المتابعة نتمنى نكون خفيفة على قلبكم والله يسهل عليكم كامل نفرحكم كامل شوفوا هاتما تقطع عاويتين اللى غاديين قطع حيث هاتما تكليناهم فالشكل الثاني قطعتوا وقطعتوا بهات الشكل هذا يعني ممكن تزيني طبق ديالك كما بغيت وبصحتكم وراحتكم وشكرا الى اللقاء اشتركوا في القناة